طيب عندي موضوع تاني متعلق بأزمة الدوري العام في الموسم المقبل احنا بس بنحاول نعمل حقوق الطبع محفوظة وحقوق النشر محفوظة دايما لبرنامج التريند انا على مدار حوالي خمس ست ايام بشوف تصرحات دايما للاستاذ احمد دياب رئيس رابطة الانداء بيقول لك ان الدوري الموسم اللي جاي اكيد لازم يحصل فيه تغيير وشكل المسابقة تتغير وقال لك هنحاول نطبق التجربة البلجيكية بغض النظر التجربة البلجيكية تتطبق ازاي هو شرحها صحة هو شرحها غلط ده جانب هنيجي عليه وقتها لما يبقى فيه قرار رسم ولكن انا اتذكر هنا في برنامج التريند يوم 17 فبراير يوم 17 فبراير يعني احنا بتكلم بالزبط من حوالي 14 يوم او 15 يوم طلعنا وقلنا ان دوري الموسم اللي جاي لازم يخلص قبل 30 خمسة والكابتن عامر حسين طلع برضو امبارح وقال ان الدوري الموسم اللي جاي لازم يخلص بحد اقصى 15 خمسة وقال في سياق حديثه وتبريره لذلك ان الفترة اللي جاية في 2025 فترة الصيف ستة وسبعة وتمانية فيها كأس العالم للاندية في الولايات المتحدة الامريكية وفيها كأس الامم الافريقية في المغرب الحمد لله والشكر لله احنا كل كلمة بنقولها هنا بتحصل حتى بعد امور الوقت بعد اسبوع بعد عشر ايام ده اللي حصل لما قلنا يا جماعة خدوا بالكم الدوري السنة الجاية لازم يحصل له معالجة ولازم يحصل تغيير ولازم النظام يتغير تلعبوا دوري من دور واحد تلعبوا دوري مجموعتين تلعبوا زي بلجيكا زي الدنمرج زي القسم الثاني السنة دي المهم يخلص في شهر خمسة حصل والناس تتناقش وبدأ يتعلن وبدأ يتقول اللي هيحصل في الفترة اللي جاية ولكن طبعا هياخد شوية وقت عالم الأجندة الرسمية تصل للتحاد الكورة عشان يبدأوا يشوفوا اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية لكن كان مهم جدا افكر الناس ان احنا في 17 فبراير قلنا وحذرنا دوري الموسم اللي جاية لازم يتخذ فيه قرار وعلى هذا الاساس على مدار اسبوع بتسمعه في تصرحات وفي برامج اخرى كل اللي احنا قلناه الناس بتناقشوا دلوقتي وبتتكلم عليه بلجيكا بتلعب ازاي طب هل كلام احمد زياب صح ولا غلط طب نلعب بنفس نظام دوري المحترفين انا كل بقى اللي يعنيني لما نلعب دوري الموسم اللي جاي بشكل مختلف لما تيجي تحدد الملاعب تحددها صح تحددها صح ليه؟ لانك لو بتبص مثلا على مصابقات قطاع الناشيين اللي بتتنظم في مصر وليكن مثلا في احدى المصابقات في 2005 الاهل واجه الزمالك في الدور الاول اللي هو دوري من دور واحد وفي دور التحديد البطل مرتين القرع اصفرت ان المباراتين كانوا في مئة عقبة الاهل ملعبش مع الزمالك في المرحلة دي في استاد مختار تيتشا او حتى في مدينة نصر المباراتين احلعبوا في مئة عقبة في استاد عبداللطيفة برجيلا والاهل ساعتها كسب حتى اخر مباراة على الزمالك لكن ارعى اصفرت المباراتين في نادي الزمالك هل ده هيتم تدركه لما تيجي تعمل ارعى للدوري ده المسلم اللي جاي مش عارف الناس لسه هتفكر ازاي في هذا الملف ولكن برضو دي نقطة سلبية بنحاول نفاهم الناس يا جماعة لما تيجي تعملهم دوري مختلف شوية ركزوا في فكرة ملاعب اللي هتقام عليها المباريات هل هتبقى ملاعب محيدة هل هتبقى بنظام القرعى طب لو القرعى اصفرت ان الدوري الاول اهل وزمالك او مش اهل وزمالك اللي تنفيذ القاهرة ولكن مثلا وليكن الاهل والاتحاد السكندري قرعة الدور الاول من دور واحد في اسكندرية طب الاهل والاتحاد السكندري في الدور اللي هو دور التحديد البطل في اسكندرية هل دي ممكن تبقى فيها عدلة في المقابل ممكن الزمالك والاتحاد في القاهرة وفي دور التحديد البطل الزمالك والاتحاد في القاهرة دي هتبقى قزمة رغم أنك هتطلع تقولي أصلها أرعة ما أنا أعمل إذي أرعة بس في النهاية برضو مش هيبقى فيها تكافؤ فرص فإحنا بنحط لحضراتكم كل التفاصيل على الترابيز عشان لما تيجي تاخدوا القرار يبقى إحنا قمنا بدورنا الإعلامي عشان تقدروا تشوفوا القرار المناسب في الفترة اللي جاي